موسيقى أهلا بكم أعزائي مشاهدين وحلقة جديدة من برنامج من جيل إلى جيل الكنيسة اللي أسسها المسيح وسلمها للتلاميذ والأباء الرسل النهاردة هنتكلم عن شخصية فريدة وعجيبة شخصية اختارها رب المجد بعناية فائقة النهاردة هنتكلم عن الحمامة الحسنة زي ما الناس بتلقبها هنتكلم عن أم النور والدة الإله هنتكلم عن القديسة العظيمة مريم بسعيدنا ويشرفنا ويباركنا يكون موجود معانا جناب القمص أنجيلوس جيرجس المفكر والفيلسوف برحب بيك يا أودسابول أهلا بيك أبونا الحديث عن العظرة مريم أعتقد يحتاج وقت كبير جدا وإحنا بنتكلم عن حياة واستفاق ولكن عايز أسأل أودسك أنا قلت في المقدمة عن الكنيسة لأسيسها المسيح وسلمها للأباء الرسل والتلاميذ عايز أتكلم عن دور العظرة مريم قبل القيامة وبعد القيامة دي فكرة مهمة جدا الحياة العظرة كلها قداسة طبعا لكن العظرة مريم هي أحدى علامات زمن التجسد عشان كده بنحتفل بميلادها بنحتفل في الكنيسة بميلاد اتنين بس غير ربنا يسوع المسيح العظرة يوحان المعمدان لأن الاثنين دولا ميلادهم كان جرس بيقرع أني زمن الخلاص قاتل لأن الاثنين دولا والنبوات قالت عليهم وهذا العزراء تحمل فحينما كانت العزراء موجودة إذن التجسد سيتم ويوحان المعمدان هأنا أرسل ملاكي لكن العظرة كمان حياتها تكريس يعني وجود العظرة على الأرض كله كان مكرس لربنا لم تحيا لأجل ذاتها خالص منذ أن ولدت العظرة المواقف في الكتاب المقدس لحد القيامة وحرور روح القدس كانت مع التلاميذ والرسل أيضا محددة جدا تبتدي القصة ب العزراء مخطوبة ويجي يوسف النجار هيخدها لأنها هي والأهلها عائلتها كرسوها للهيكل ثلاث سنين دخلت الهيكل كبرت ولا ما ينفعش أنها تبقى في الهيكل فكان لابد أنه يخدها حد من العيلة فدوروا على شيخ كبير من العيلة يتبنها بس لأنه المجتمع اليهودي مجتمع مغلق جدا فلابد أن يكون فيه علاقة شرعية فالمخطوبة كانت يمكنها أن تكون تابعة لخطبها ولكن زي ما قال الكتاب إن لم يتم زواج يعني أخدها وقع وراحت بيها بقى لبيته وهنا حصلت بقى البشارة للملاك وده المشهد التاني بشارة الملاك وده مشهد في منتهى القوة يعني أول مرة نسمع العدرة فتاة صغيرة ولكنها بتتكلم بالعمق ده المشهد بتاع الملاك فيه مرجع لعقائدنا لأن الملاك لما قال لها أول ملاك يقول لها السلام لك أيها الممتلئة نعمة مش المنعم عليها صحيح الكلمة اللي قالها الملاك اللي باليوناني اللي هو باليوناني قال ممتلئة نعمة يعني إيه الفرق بقى إنها منعم عليها الملاك هو اللي جي ده النعمة لكن ممتلئة نعمة يعني فيها النعمة منه هي طفلة وبعدين قال لها هأنت ستحبلين وتلدين ابنا وده اسمه يسوع فقلت له كيف يكون لي هذا الروح القدس حلو عليك قوتل عليك وظللك لذلك المولود منك يدعى ابن الله وده أول إعلان للتجسد أول إعلان للتجسد أني اللي هيكون في أحشائك ده هو القدوس والقدوس ده مصدر ما بيتقلش غير على الربنا ابن الله كان ردها كيف يكون لي هذا وإنا لسه أعرف رجولا وده يأكد أنها ما كانش فيه اتفاق زواج لأنها قلت له كيفها مش متى لو أني كان فيه اتفاق زواج كانت تقول له متى الروح القدس يقول لها هأنس تحبالين وتقول لدي ابن لو هم متفقين على الجواز تقول له إيه متى متى لإني يعني هنتجوز يعني أنت بتبشرني لسه قدامي سنة قدامي سنتين لكن قلت له كيف كيف ده معنى إيه أني مفيش إمكانية في التفكير والتدبير أن يكون فيه زواج كيف يكون لي هذا ولست أعرفه رجلا أم اليوسف النجار ده إيه لا ده مش رجل بتاعي ده إحنا مخطبين ومتفقين على الوضع كده عمرنا ما عصبناها كده يا أودسابونة يعني أودسك يعني دقات جدا هنا في الكلمات يعني كان هنا فيه احتمالية الاستحالة للزواج طبعا طبعا كيف ده كيف ده قاطعة كيف إزاي ده وأنا لست أعرفه رجلا فقال لها بقى إيه بقى الإعجاز في التجسد قال روح القدس يحلوا عليك وده معناها إيه برضو معناها أن روح القدس سيقدس مستودعها علشان إيه علشان يتم ميلاد الطفل دون زواج تقول لي طب هو كان لازم ما كان ما يحصل ميلاد المسيح بزواجة أقول لك ما هو المسيح جه نتيجة زواج عادي يرس خطية آدم صحيح ويبقى طبيعته طبيعة فازدة يبقى اللي على الصليب يموت من أجل عقوبة الموت اللي هو ورسها مش بار إذن فلسفة وعمق وحتمية الصليب إيه إن الزبيحة دي زبيحة بدلية فلابد أن يكون لعا الصليب ده ليس فيه خطية يلا وراسة ولا طبيعة ولا شخصية فقال له روح وخد صحيح له عليك وده العمل المعجزي اللي هيتم اللي هياخد منها الطبيعة دون أن ترس خطية آدم قوة اللي عليته ظللك المولود لذلك المولود منك يدعي ابن الله هيتم بقى حلول لهوتي في أحشائك والمولود يبقى ابن الله فيه نقطة مهمة جدا بقى تبين إن قد كده هي كانت درسة النموس والانبياء وكانت عميقة جدا رغم إنها كانت فتاة ما تزدتش عنها 14 سنة بصت يقول لها إيه تقول له إيه بقى هو إذا أنا آمة الرب ليه أكون لك أقولك تقول لي إيه الفلسفة في كده أقول لك ما هو أصلها كانت ممكن تقول له إيه والناس هيقول علي إيه صح؟ وطيجوه الطفل ده هيبقى طبيعي يعني مئة سؤال في ذهنها أما هي فكانت إيجابتها قاطعة حتى تكون هي نيابة عن جنس البشر كله الذي أخطأ بعسيان وعدم طاعة الله في الفردوس أما هي فحينما قالت أنا آمة الرب قدمت صورة جديدة الحواء التي عصت قديما وهي صارت حواء الجديدة التي تقدم إرادة عن البشرية كاملة أنني الآن في حالة طاعة كاملة نيابة عن البشرية ليكن ليك قبلك أنا تحت أمرك أنا عبدا لك فالبشرية كلها هنا استحقت أن يكون هناك إشراق من الإله المتجسد حينما هي أخضعت إرادتها الإنسانية لإرادة الإله أبونا تعبير حواء الجديدة دي يعني أنا هقف الحتة دي وبرضو يعني تصديقا لكلام قدسك إن هنا العضرة كمان بتقول أو إحنا نشوف الصورة أكبر إن هي كمان كانت مفرزة من البداية يا طبعا بنقولها بص يعني أنا بقول دايما لولادي وقف دايما يعني اللي عايز تعلم لهوت مظبوط يتأمل في التسباح لأن الأباء وضعونا الأبصى المضية خزانة لهوتية خزانة لهوتية يعني من يتابع التقص الإبطي في الألحان والأسرار لا يمكن أبدا أن يدخل فيها ارتقى السوقتوكيات بص تقول إبقاء تطلع الآب من السماء فلا يجد من يشبهك أرسل ابنه تجسد منك بص ويقول إيه السوقتوكيات غالبيتها كتبها القديس كريروس الكبير وده يعني نتيجة اللي حصل في نسطولة من أيام نسطولة يقول لها إيه السلام للمعمل الإلهي اللازي فيه اتحدى الطبائع يعني بص بص التقابل اللهوتي إن أحشاءها زي معمل تم فيه اتحاد الطبيعتين صحيح فطبعا مفرزة طبعا 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 مفرزة ولكنها ليست حتمية يعني يعني هو هو رأى فوق الزمن أن تلك الفتاة التي ستخرج من أحشاء يواقيم وحنة هي الفتاة التي تستحق أن تحمل ابن الله في أحشاءها عشان كده هي بص عميقة جدا جدا والتسبحة اللي قالتها بعد لقاءها بقى ليه سباط تسبحة عميقة جدا تسبح نفس الرب تبتهج روحي بالله مخلصي واستكمال التسبحة ده حد حد عميق على كل المستويات المشهد اللي بعد كده بقى إنه لما قالها هو زيليه سباط ناسباتك حبلة في شيخوخاتها جريت وعدت جبل وراحت لقالي سباط مفروض أنا أم الله بقى بالنبوات والنبوات دي كانت حفظاها هو زل عزراء التحبل وتالت ابنان هي أنا ده حتى النبوة تقول نساء كسيرات نلنا كرمات تعاليتي أنت أكثر من جميعهن كان مفروض ودي فتاة 14 يعني تنتفخ وحتى وتستحق الذي فيه أحشاءها ابن الله دي تقعد كده وتتخدم صحيح منطقي منطقي لكن بص العمق الشديد أن تلك العطية والنعمة والصورة التي أخذتها إنها أم الله لم تمنحها أبدا من أنها تكون متضعة وتروح تخدم صح علشان قال لي صبات كبيرة في السدن فلازم أروح أخدمها طبعا كان في عرص خانة جليل كان بتخدم لكن خلينا في الموضوع ده ويبقى الإعلان التاني بقى الإعلان التاني للتجسد من أين لي هذا أن تأتي إلي أم ربي إلي ده الإعلان التاني للتجسد قال لي صبات وبعدين نسمع بقى التسبحة بتاعة العدر المشهد التالت هو الميلاد متخيل بقى إن لم يجدوا مكانا في بيت اللحمة طبعا قصة اللي قالها ماري لوقى الاكتتاب اللي بدن يروح كل واحد ماسقط رأسه ما ما قالتش إيه ده إيه ده أم الله ده إيه بقى ما تجيب لي قصر ما تشوف لي مكان كانت صامتة محتملة كل الألم دون أن تتكلم المرة الوحيدة اللي اتكلمت المسيح رد عليها رد قوي جدا ساعة لما لما تهمنهم في السكة لما كان عنده 12 سنة المشهد الرابع بقى مشهد الختام ما قالتش إيه ده ونحن هنبقى نقضع للنموس برضو وإحنا مش فوق النموس صحيح لا لا خاضعة كاملة ولما شافها بقى سمعان الشيخ وحن النبي وأعلم بقى أيضا هو قال الآن يا سيد اطلق عبدالله بالسلام حسب قولي عيني أبصرة خلاصة الذي أعطاهه ده مياه الشعوب ويقول التقليد أن سمعان الشيخ ده أحد الذين كتبوا الترجمة السبعينية وكان يعترض على الآية بتاعة هوزل عزلق تحبل وتلد ابنا وتقال له أنك مش هترى الموت إلى أن تحمل هذا الطفل فقاله الآن اطلق عبدالله بالسلام أبونا عايز يعني أستوقف قدسك هنا في حتة ونرجع تاني للبشرة وهنا عايز أتكلم عن شخصية الشخصية المظلومة بصراحة يعني اللي بنتكلم عنها كتير آه يوسف النجار صحيح طبع وواقع يوسف النجار لأنه هو خطيب العدرة ماريا وفكرة أن هي تبقى تحبل وتلد هل الفكرة دي برضو لو فكرت أنا بالعقل البشري إزاي في الوقت ده هو تقبلها ما تقبلهاش بس هو لأنه قديس ويحمل أخلاق عالية جدا بص حصل إيه هو شك بس بص مفيش حوار بقى واخناء وكلام من ده مين وإزاي وكلام من ده يقول أراد أن تخليتها أراد تخليتها سرا بص النبل يعني أنا شاكك وبعدين مش الملك ظهار له بقى وعنه ده رأى في حلم وقال له لا تخف لأن إمرأتك حبلة بالروح الكدس آمن مش آمنوا بس بقى ده بهدلة بقى بهدلة لما حصل موضوع الهيرودس ده الملك ظهر له وقال له خد الطفل وقامه واهرب إلى مصر أهرب أهرب ده إيه يعني 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 ده ده الطفل ده اللي لا متجسد نهرب إزاي يعني مش قادر أفهم يعني ولكن هم كانوا خاضعين كاملا لكل الخطة التدبيرية عايز إيه نهرب نهرب ونهرب نهرب دي قصة كانت طويلة جدا أنا اتكلمت كتير طبعا عن عن عائلة المقدسة لأن كنت يعني بغد من فابوسيرجا وفتر فترات اليونسكو يعني جالي علشان توصيق العائلة المقدسة يعني وانا ديت لهم مراجع وأنا كاتب كتابا عن المقدسة عربي وانجليزي فقصة كبيرة جدا بقى مصر دي تعب وتعب غير عادي غير عادي قبل ما نخلش على الهروب يا بون أنا قطعت قدسك ويمكن أنا عارف يعني أنا مش هخرج من جوهر الموضوع بس ما عندي طلب عايز أقرب من شخصية يوسف المجار يعني قطسك مكن توصف لي يوسف المجار ازاي هذا الراجل الكبير في السن اللي بدأ بالبشارة وبعد البشارة شايف الحياة بعد كده ما كانتش سهلة عزاب بقى وهو راجل كبير في السن وفيه هروب وفيه تعب وهو متقبل جدا ومستسلم جدا قربنا من شخصية يوسف المجار حينما حينما سمع الملاك أن من فيه أحشاء العذراء هو ابن الله كرس نفسه لخدمة سر التجسد فهذا القديس العظيم هو خادم سر التجسد هو بصدق شديد جدا الخادم المحتمل للألام طبعا بعد العذر لكن هو كان شريك في الألام مع العذرة لحد يعني أغلب الظن أنه يعني فيه بعض المراجع تقول أنه هو اتنيح والمسيح كان عنده 16 سنة وفيه مراجع تقول 13 سنة لكن على الأقل ما هو في الكتاب المقدس فوق الـ 12 سنة لأن فيه حدثة لـ 12 سنة كان هو ليه لا يزال مع العذرة لما راحوا الهيكل والمسيح تاه منهم يعني ثم وجدوه في الهيكل 12 سنة يعول هذه الأسرة 12 سنة منهم أربع سنين هروب وأربع سنين واخدها يعني تعب ما قعدش غير 6 شهور بس في المحرق وحسب دراساتي 3 شهور في أبوسيرج يعني الاستقرار كان 9 شهور غير كده بيلف وبحري كله ودخل جيه ود النطرون يعني سحرة وبعدين دخل بحري بلد بلد وحتة حتة وفيه حتة كان ورا منه جنود كان بيهرب ويلف في الدنيا ودخل لحد ما دخل جوه أسيوت دير المحرق هذا القديس العظيم هو خادم سر التجسد بصمت واحتمال ثم لو تلاحظ إنه لم يذكر نهائي بعد كده صمت شديد حتى يعني يعني العدرة طبعا لها كل كرامة صحيح ذكرت في أماكن وفي كل أزمنة أما يوسف النجار يعني ما تقلش مثلا إيه يعني مثلا فيه كنيسة عملت من كنيسة الأولى بإسم يوسف النجار لكن طبعا هو قديس مكرم وليه مكانة كبيرة جدا في قلوبنا وفي مصر طبعا يعني ده مفروض في كل مكان فيه العائلة المقدسة موجودة يوجد مسبح ليوسف النجار صحيح طبعا قبل السؤال ده كنت بسأل قدسك وكنا وقفنا عند النموس والختان وقدسك كنت بتقول أني كان المفروض أني كمان هيتطبق النموس وكان المفروض العدرة مريم تقول يعني الموضوع هنا مختلف احنا وقفنا من الحتة لكنها كانت خاضعة بالتضاع كاملا كاملا المشهد اللي بعد منه بقى مشهد لـ 12 سنة ده لما لما دخل الهيكل وهم كانوا فاكرينه مع الرفقة لأن وقتها كان لابد على كل يهودي أنه يروح يحضر العيد والمجتمع اليهودي مجتمع مغلق يعني يعني ماينفعش رجالة والستات تسافر سوا فكان رجالة بيمشي في قوافل والستات في قوافل فإما أن ربنا يسوع وهو طفل كان مع يوسف النجار أو مع أمه فكل منهما افتكر أنه مع الآخر هي كانت خاضعة كاملا للتدبير وما كانش عندها ما كانش عندها أي إحساس أنها أعلى من شيء وده اللي خلاها تكون بتتمم كل إرادة إرادة لربنا دون أن تشعر اللي حواليها حتى أنها هي أم الله المشهد بقى الثاني مشهد الهيكل مسيحه عنده 12 سنة اللي ذكروا ماري اللوقة المجتمع اليهودي مجتمع مغلق كان كل يهودي عائلة يهودي إلا بد أنها تحضر العيد في قرشاليم في الهيكل وكانوا ما كانش يسافروا رجالة وستات سوا فكانوا الرجالة بيسافروا وستات وحدهم في قوافل وبيتجمعوا في 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 مراكز يجمعوا مع بعض فاتجمعوا في مركز المسيح مش موجود هو فيه مع ده فاكتشفوا أنه المسيح سبقهم على الهيكل فبيدوروا عارفوا أنه في الهيكل المشهد بقى ده مشهد عنيف المرة الوحيدة اللي نسمع فيه العذرة بتقنب المسيح قالت له إيه قالت له آه أبوك وأنا كنا منزعجين بندور عليك يا أما هو رد قال له إيه أنا تعلم أنتو الاتنين ده 12 سنة بس هو الإلاج متجسد أما تعلم أنه يجب أن أكون فيما لأبي وأنا تبعك والله الجملة دي تفهمني حاجة مهمة أنه بينما كان هو طفلا ولكنه ولكنهما رأى وعلم تماما أنه كإبن الله ليس طفلا عاديا ولو يمكن أبدا أن يتعاملوا معه كانوا طفلا عادي مرلو قال على المسيح أنه كان ينمو في النعمة والقامة عند الله والناس ولكن في نفس الوقت كان هناك أسرار لا نعرفها ولم يعرفها أحد إلا العدرة في حياة المسيح كطفولة إلى حد إلى أن ظهر في قرشليم هو عن 30 سنة ودي قيمة العدرة في حد يقول الوقت هو بيسمعنا لما بيقول جملة أنا وأبوك بندور عليك أبوك وأنا بص بل احترام مش أنا وأبوك بص الاحترام أبوك وأنا حط تصفي النجار قبل منها بص بص الحاجات دي مهمة جدا كقيمة ده هي أم الله ويسه النجار ده يعني بيخدم معانا إن شاء الله بس سهي أم الله لكن في كلامها ما قالتش أنا وأبوك صحيح قلت له أبوك وأنا لو أطعنا الجملة دي بص أبونا وهي بتقول أبوك وأنا هنا الناس مكنت فهم غلط ولكن بعد كده رد المسيح له المجد آه مزبوط طبعا طبعا أن أبوك دي وتفتكر أنه هو أبويا أبويا جسدي لا ده أبويا تبني لكن أنا ليه أب تاني خلي بالكم يعني طبعا ده ملاحظة مهمة صحيح يعني يعني هو رد المسيح على طول في أني أنا إله متجسد أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي السماوي أنا ابن الله لكن ده برضو يفهمنا أنه زي ما قلت لك أنه كان هناك أسرار خفية لا تزال لم نعرفها حتى اللي يفهمنا الكلام ده بقى ماري لوقة يقول إيه يقول أنه كان يقول أنه كثيرون قاموا بتأليف قصص وتتبعت أنا بالتطقيق من الذين كانوا معينين وخدام للكلمة فالمصادر كلها بتقول أن المصدر الرئيسي لقصص وروايات السيد المسيح في الطفولة كانت العدر لأن ماري لوقة كان قرب من العدر جدا حتى أنه هو أول واحد رسم لها أيقونة فهو كانت مصدره فعشان كده ماري لوقة ذكر بعض الأمور لم يذكرها أحد سواه في مرحلة الطفولة المشهد بقى الآخر مشهد عرس قانة الجليل هذا المشهد في في قمة المشاهد التي نعتبرها أساس عقيدة الشفاعة أولا دعية بعد المسيح ما أعلن ذاته ويوحان المعمدان أعلن هو زحمة لله وابترى بقاله تلاميذ يقول كده دعية يسوع وتلاميذه العرس قانة الجليل وغالبا كان دي من العيلة يعني قرايب العدرة عرفنا منين لأن هي اللي راحت عرفت أن الخمر فرغ من المطبخ يبقى هي ما كانتش قاعدة مع المدوقين برا دي كانت جوها المطبخ راحت قالتلو الخمر فرغ الناس عارفة لأ لسه ما عش عارفة يبقى هي كانت بتخدم في المطبخ ولأنها بتخدم في المطبخ يبقى كانت هي من العيلة وكمان قامت تخدم معاهم دي بقى كانت كبيرة بقى وكا والمسيح أعلن هو إله المتجسد بس بص للتضاع مش قاعدة بقى ولها الكرامة لا خالص بتخدم في المطبخ ولما لقيت أن الخمر فرغ من المطبخ فيش صواني طلعة الحل عندي بس بص برضو الشخصية شخصية مسئولية ما قالتش إيه أنا مالي معزومة وانا مالي وحتى لو بتخدم في المطبخ بس أنا مالي وهم جابوا شوية وليلة لا الحل عندي تعرفت مين الحل عندي يا محل هو مواضيع كتيرة في أسرار أنا عارفة كويس أنه هيقدر هيعمل معجزة إذن بند المعجزات كان وارد في الحياة بدليل أني لما قال لها مالي ولاك يا امرأة لم تأتي ساعاتي بعد مالت لهش إيه لا بعدين بقى يا رب يا سوع بعدين لا 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 ولا تنقشت معاه أصلا بسط الخدام وهيتلقهم كل اللقاء ليعملون إيه دا وثق كاملا أنه هيتصرف هتعمل إيه؟ أنا عارف أنك هتعمل إيه؟ بس بص بقى المبدأ المهم مالي ولاك يا امرأة لم تأتي ساعاتي بعد أولا لفظة امرأة دا 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 إكرام مش معناها إقلال يعني يعني امرأة دي يعني 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 تيجي بمعنى يعني يا ستنا يعني أنا كنت فاكر يا بونا أني يعني هذه الكلمة كلمة قاسية علشان دا دا في في أدب شعوب أخرى صحيح لكن أدب الشعوب دي أني المرأة لها كرامة فمالي ولاك يا امرأة دي معناها كرامة بس بص بقى لم تأتي ساعاتي بعد ومن هنا استنتجنا مبدأ للشفاعة أن شفاعة العذراء والملائك والقدسين لا تغير الإرادة وقد تغير الزمن يعني إيه يعني إرادة الله بتكون لكن في الشفاعة قد يتدخل الله بكرا وقد يصنع الله أمور بتكون لها تأثير إيجابي في زمن هو كان مرتب زمن بصورة تاني دون تغيير دون تغيير لم تأتي ساعاتي بعد طيب أنت إرادتك أنك يتم خير طبعا إرادتك أن الناس دي تبقى مستورة طبعا لكن لو هعملت أنا كده هأعلن ذاتي هيبقى فيه معجزة حصلة والناس هتعرف معلش عشان خاطر بتعمل كده حاضر عشان خاطرك هغير الأزمنة واعلن ذاتي في زمن غير الزمن صحيح بس بص بقى قيمة العذرة شكلها إيه بقى عنده إنه يغير الزمن ويستعلن بينما ما كانش ده الزمن غير بقى طبعا المعجزة في حد ذاتها معجزة لهوتية عشان كده زمان على فكرة كان عيد الميلاد والغطاس وعرس قانا الجليل عيد واحد اسمه عيد السيوفانيا ظهور إلهي أو الأب فانيا النور ليه؟ كان اعتبرت الكنيسة الأولى إن عرس قانا الجليل هو إعلان لهوتي هو ظهور إلهي لأنه خلقة جديدة يعني ده مش مثلا مريض هيشفى مش حتى ميت يقوم لا ده اتش تو او مية بتكوين عضوي تطلع تكوين عضوي تاني خالص استحالة منه الخمر ده حاجة تاني ده عنب وتخمير المية غير العنب التكوين العضوي خالص يعني خلقة جديدة فعرس قانا الجليل ده بنبروزه في الكنيسة للعدرة من أجلها هو سمع كلامها ومن هنا صارت العضرة شفيع اللي خلاه يعمل كده عشانك أرجوك يعملي كده صللنا احنا كمان عشان يغير الأزمنا وعشان يدينا نعمة أكتر المشهد الآخر بقى هو المسيح مع التلاميذ وقالوله أمك وأخوتك بالبادة أبونا ينفع نقف هنا عندي كلمة الخلقة الجديدة في عرس قانا الجليل وأنا بصراحة يعني برضو كل شوية بدأ في الكلمات وكأنني بشوف المشهد لأول مرة من كلمات قدسك المؤثرة والتدقيق الجيد في المعاني في الكلمات في المعجزة أيضا هستاذ قدسك نطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل أعزائي مشاهدين نطلع فاصل وبعد الفاصل خليكم معا برحب حضراتكم من جديد ولست مكاملين معاكم برنامج من جيل إلى جيل قبل الفاصل كنا بنتكلم عن القديسة العضرة مريم وكنا بنتأمل بكلمات الحب والمحبة من قدسك أبونا وإحنا بنسمع وكأننا بنسمع لأول مرة عرس قانا الجليل وقدسك أبونا قال كلمة غريبة وقال خلقة جديدة لست مكاملين معا حضراتكم ولست النهاردة الحلقة بتاعتنا مستمرة عن القديسة العضرة مريم بس اسمحوا لي أرحب بقودسة أبونا مرة تانية جناب القمص الفيلسوف المؤرخ قدسة أبونا أنجيلوس جرجس برحب بقودسة أبونا مرة تانية أهلا بك إحنا بنتكلم عن العضرة لسه ده كله بنتكلم عن كان سؤال حضرتك في البداية خالص العضرة فرقت إيه أو وجودها إزاي قبل القيامة والصعود وما بعد قلت لك أني العضرة كانت وجودها مرتبط بالمسيح ما قبل القيامة واخدنا محطات كده معينة المحطة التانية بقى لما كانت المسيح بيكرز وخلاص بقى وبقى له مع التلاميذ كرازة جم قالوا له مرة أمك وأخوتك بالباب كان مفروض إيه يعني يتفضله لكن هو قال إيه من هي أمه وأخوتي الذين يصنعون إرادة أبي طب إيه ده معنى هذا أنه هو تخلى عنها لا 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 هو عايز يقول خلي بالكم أمي وأخوتي بالجسد شيء أما أنا دلوقتي فأنا بكرز المسيح المخلص تقول لي معنى هذا أنه هو ما بقاش فيه عاطفة أمومة أقول لك لا بص بقى على الصليب شكله إيه على الصليب بينما هو يتمم خلاصا أبديا وهو الزبيحة التي تقدم لخلاص كل البشر وهو الكاهن الذي يقف على مسبح الحب الإلهي يقدم زبيحة نفسه قرابين تفي كل البشرية وتفي كل خطايا العالم الذي حملها على كتفه على الصليب أمام الآب وأمام محكمة العدل إلهي ده كله ولكنه وقف وبص العدرة وحتى يتطمن ويعطي قوة لموقف ماريوحنة قال له قال لها يا أمرأة هذا هو ابنك وهذه هي أمك ليه لا هو عايز يقول خلي بالكم بينما أنا الإله المتجسد الذي أصنع خلاصا أبديا الآن على مسبح الصليب ولكني أيضا العدرة لها مكان في قلبي ولكني أيضا لا أستطيع أن أنساها ولكني أيضا لا يمكن أن أراها وهي تتألم تحت الصليب زي ما قالت زي ما قال لها النبوة وأنت يكتاز في نفسك سيف ويشعر أن السيف يخترق قلبها لأن ابنها مصلوب ويصمت الكلمة الوحيدة التي قيلت لشخص على الصليب كانت العدرة وهنا قيمتها الكبيرة وده برضو يا قد سابونا بيأكد أن الطبيعتين كانوا موجودين طبعا الطبيعة الإلهية ولكن متحدين في طبيعة واحدة صحيح دايما كنا بنقول طبيعتين لازم نقول طبيعة واحدة صحيح ثم بقى الايامة الاعلان للعدرة على الايامة وهي بتجري مع المريمات الصبح بدري علشان يضعوا الحنوط حسب التقليد اليهودي ثم سمعت المسيح أم الأموات بص بقى تختفي العدرة من المشهد خالص لتقول ليه أقول لك علشان دلوقتي فيه كرازة بالمسيح المخلص فيه كرازة بالكنيسة فتختفي العدرة تماما من المشهد ويظهر مين الكارزين تقول لي إيه دا يعني العدرة ما كانش ليها دور بعد الايامة كنت لسه أقول كده أبونا أقول لك دورها كان حكتين وحكتين مهمين جدا أولا أنها كانت المرجع المرجع المهم لأحداث طفولة المسيح لحد الكراز يقول أما هي فكانت تحتفظ هذه الأشياء في قلبها حفظها في قلبها وكانت هي مرجع لأنه زي ما قلت لحضرتك أن ماري لوقى وهو بيكتب البشارة بتاعته وقال الذين كانوا معينين يعني شايفين وخدام للكلم ومعينين يعني العدرة لكن الشق التاني وده مهم بقى أنها وهي على الأرض كان لها دور قوي جدا كشفيعة صلاة تقول لي يا سلام أقول لك آه يعني هنحكي إن شاء الله يعني دلوقتي لو دلوقتي سمح على القصة بتاعت نياحتها إنها بعد بعد الحلول روح القدس هي أولا كانت مع تلميذ الرسل وقت حلول روح القدس صحيح لدها كانت هي أعلى من في البشر ولكنها ليست أعلى من البشر حدوة تعبير جدا هي أعلى من في البشر كقداسة ولكنها ليست أعلى من البشر يعني هي كانت تنتظر الخلاص زي ما قالت تبتهج روحي بالله مخلصي وتنتظر الروح القدس أيضا تقول لا لا وما روح القدس مش حل عليها أقول لك لا روح القدس يحل هدى بمفاعيل يعني حل ليه حل في أحشائها علشان يتم التجسد فيها ولم يحل عليها هي كإنسانة تنتظر الخلاص بكل درجاته العصلي مخلصة وأن مع الكنيسة تنتظر الروح القدس كمفاعيل الكنيسة الجديدة كانت تنتظرها أيضا لكن يقول بقى مخطوط مهم جدا كاتب مباري يحن يقول إيه يقول إن العذرة كانت فترة بتتردد على بيت يحن ثم عاشت في مكان قريب من الجسمانية هي ومجموعة عزارة وكان يسبحن يوميا في القبر المقدس يس إلى أن تم النياحة كانت بتصلي عندنا حادثة مهمة جدا وهي حالة الحديد الحادثة دي حادثة في منطقة الأهمية ذكرت في مراجعة كتيرة وليها مخطوطات كتيرة من القرون الأولى بتقول إيه متياز الرسول كان بيكرز في آسيا الصغرى مدينة اسمها بورتس جنب غلطية والمدينة دي كانت رومانية وسانية عمل معجزات وكرز فالرومان الوسانيين جيروا على الحاكم الروماني ده بيكرز ضد أليهاتنا أخدوه سجنوه حطوا في إيده حديد هو والمسيحيين اللي معه مم فقالوا يا جماعة هنصلي لمتياز الرسول مسجون والسلاسل في إيده وغالبا الموضوع كان صعب جدا كتعذيب يعني فبلغوا العدرة فيقول بينما متياز الرسول مع المسيحيين واقفين يصلوا في نص الليل لقوا العدرة جات عندهم دي سياحة طبعا يعني ووقفت ووقفت ومدت إيديها بالصلاة الحديد اتكسر أو ساح بيقولوا ساح طبعا والأبواب ساحة وفي مشهد مهيب قدام الجنود وقدرت إنها تخلص متياز الرسول المسيحيين اللي معه وإحنا بنعيد بالعيد ده اسمه عيد العدرة حالة الحديد إذن العدرة بعد القيامة تحتفظ بمكانتها كشفيعة وبعد النياحة أيضا ظلت تحتفظ بمكانتها كشفيعة أبونا لو اتكلمنا عن نياحة العدرة ونتكلم عن قصة تومة وتجميعة الأباء الرسل والتلاميذ في الوقت ده القصة اللي إحنا بنصددها بقى اللي هو عيد العدرة هو عيد ظهور جسد العدرة مش عيد صعود جسد العدرة يعني العدرة جسدها صعد بعد ثلاثة أيام من نياحتها العدرة تنيحت 21 طوبة اللي إحنا بنعتبره عيد شهري كل 21 نتيجة إنها تنيحت 21 طوبة ولما تنيحت العدرة يقول حسب المخطوط اللي موجود اللي كتبوا ماري يوحنة الحبيب بنفسه المخطوط ده أولا إحنا عندنا قصة نياحت العدرة دي عشان بس في ناس كتيرة بتقول انتو بتقولوا خصص يعني يرويها 22 مخطوط دي بالوظائق يا ابونا 22 مخطوط واحد منهم باللغة الإبطية 9 باليوناني 12 باللاتيني ويرجع تاريخ 22 مخطوط للقرون الأولى الأربعة لكن في مخطوط ذكروا أبونا عبد المسيح المسعودي في كتاب اسمه تحفة السائلين يقول كده أن كان لدى القديس كيريروس الأرشاليني 315 يقول كده كان لديه مخطوط بخط يد ماريوحنة الحبيب يروي قصة نياحة العدرة وصعود جسدها وقصة ماري توبا ده كلام قاطع أني 315 احتفظ احتفظت أرشالين من أسقف لأسقف إلى أن في 315 أعلن قديس كيريروس الأرشاليبي أني أني احنا بنحتفظ بقصة نياحة العدرة وصعود جسدها بخط يد ماريوحن الحبيب يسا وده أهم مخطوط يقول إيه بقى يقول أني لما جه العدرة الملكة وهي زي ما قلت لحضرتك هي والعزارة كانوا بيروحوا يصلوا كل يوم في الجسمانية ويسبحوا بالمناسبة أحد الأباء قال ده أقدم دير أقدم دير باتولي دير العزارة أه العزارة أقدم دير باتولي العدرة والمجموعة كلها كانوا متبتلات وبيصلوا حياتهم صلاة وكانوا بيروحوا الجسمانية يقولوا والعدرة كانت بتصلي ملك زهر له وقال لها تباقي يا أم الله بعد ثلاثة أيام المسيح هيجي ياخد روحك تقول ليه ثلاثة أيام هقول لك للأهمية اللي أنا هقولها دي بقى ادعي كل التلاميذ والرسل يستقبلوا المسيح احتفالا بنياحتك فالقدسين كلهم العدرة اتنيحت بعد صعود المسيح بخمستاشر سنة عندها تمانية وخمسين سنة وتمان شهور فاتجمع كل التلاميذ والرسل من كل العالم اللي كانوا بيكرس في أسيا خمستاشر سنة دي معناها ان كان تارت القرازة تبقى في تكبره تزدار يعني بولس الرسول كان بيكرس في رحلاته ماري بوتروس مارندراوس ماريتوما وكان وقتها ماريتوما بيكرس في الهند فقدروا يجمعوا كل التلاميذ والرسل معادة ماريتوما لانه كان وقتها ماريتوما يعني عبال لما وصلوله هو في الهند وكان وقتها بيعمد بنت الامبراطور اسمه كلوديا ف اتجمعوا كلهم وحضر المسيح مع ملائكته هم قاعدوا يصلوا لوقت النياح لقلوا المسيح حضر وهم بيسبحوا طبعا وراح يحتضن روح العدرة اللي خارجا من الجسد وصعد بيعل السماء هو الملايك الجسد هم كفنوه وحطوا التوب بتاعها وربطوه بزنار احمر ليه لهم احمر يا جونة الزنار الاحمر في 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 الفكر اليهودي لو فاك الرحاب الزانية كان هو علامة الخلاص الزنار اللي اتحط على الشباك ده علامة الخلاص وكان في التقليد اليهودي يقولوا حاجة عجيبة جدا في عيد الكفارة لما كانوا بيختاروا تيسين ويضعوا على تيس منهم يقولوا تيس للانطلاق عزازيل يقعد ينطلق وتيس للزبح علشان يفرقوا بينهم كانوا بيحطوا في على قرن التيس اللي هو للانطلاق عزازيل ده زنار احمر والتقليد اليهودي يحكي لنا يقول لنا ان كان علشان ما فيش ما يروحش بيت يتدبح ما يروحش اي حتة لازم يروح صحرا فكان يسلم من يد الى يد الى البرية فيقولوا كان يراه كل بني يسلم من يد الى اخر يد زنار احمر واخر واحد كان يرى الزنار ابيض ليه ابيض يا ابو ناح تتغير بقى ان من الدم من الدم الدم اللي هو الدم ينقي البشرية ينقي الزبيحة فيصير الدم هنا الذين بيضوا ثيابهم في دم فحيح فالزنار الاحمر كان علامة خلاص حتى احنا النهاردة لما بنعمت حد بنحطوله زنار احمر المهم فانتظروا فحطوا الجسد وجدوا ملايكة قائمين مع الجسد فالرسل والتلاميذ شعروا ان طول ما الملايكة بتسبح في القبر اللي في العدرة هم موجودين فضل تسبيح الملايكة ثلاث تيام وهم التلاميذ والرسل موجودين تلات تيام لما انقطع التسبيح الملايكة غدروا القبر المقدس بتاع العدرة ابونا عايزة سأل قدسك هنا وجود التلاميذ والاباء الرسل التجميع دي للتوصيق للكنيسة والتكريم طبعا بس مين بقى دولا سلوم الكنيسة اعمدت الكنيسة وكأن الكنيسة تضع ايقونة العدرة في اعلى مرتبة مش بقى ايقونة مرسومة ولكن في قلبهم في اهتمامهم في حبهم المهم انه الفضلوا التلات ايام وغدروا المشهد بقى الاخر اني بعد التلات ايام هم غدروا وشايفين الجسد قدامهم مارتوما على جبل في الهند شاف الملايكة شايلة جسد العدرة وصعدة به من الهند آسف اختطف الى احدى الجبال وقالوله ملاك قال له تعالى خد بركة العدرة انك انت محضرتش فقرب فالملاكة داله الزنار قال له احتفظ بدا كعلامة على انه شاف الجسد وهو صعد من واحد وعشرين توبة لنهاية ابيب وبداية مصر هو الستة شهور دي كان خلص خدبته ورجع ارشالين استقبلوا الاباء وفي مخطوط يقول ان ماري بوترس هو اللي كلمه قال له ما جتش ليه دالعدرة تنياحة قال له لا تنياحة ده ايه هو طبعا ماري توبة عارف انه قصته مع التلاميذ في موضوع الشك فهو عمل فكرة كده لطيف وهو وقت اللي ياما ايه وقت اللي ياما قال لهم مش هصدق اللي ما شوف فاليوم لا ما انتو عارفيني مش هصدق اللي ما شوف جسدها هو ما في ايده الزنار فقال له تعالي شوف جسدها ففتحوا القبر ما لوهاش فقال لهم علشان انا شفت جسدها صاعد والدليل اهو الزنار اهو في ايدي ليه التلاميذ بقى صاموا وصلوا علشان يشوفوا الجسد لانهم خافوا لان فيه اشاعة طلعت لما العدرة تنيحت ان العدرة هتقوم بعد تلت ايام وده اللي خلاهم موجودين تلت ايام في القبر زي اليهود طلعوا اشاعة الحقوا العدرة تنيحت يبقى بعد تلت ايام هتقوم فنجري نسرق الجسد بدل ما تقوم العدرة من الاموات وتبقى كرازة قوية زي المسيح ما اقام من الاموات وده السبب اللي خلا وهم رايحين يدفنوا العدرة كان فيه واحد يهودي يجري عايز يخطف الجسد علشان ياخده علشان ما يدفنهوش ولتقوم العدرة فحصل انه ان ايدي اتعلقت بالسندوق وانفصلت وقعد يصرخ والتلاميذ اتصلوا فرجعت له ايده تاني مهم ده السبب اللي خلاهم يعودوا ثلاثة ايام عشان اتطمنوا انه ما فيش سرق للجسد فاكتشم قالوا لا ده ممكن يكون الجسد تسرق المراتي هو اللي بيقول وهو اللي بيشكه فاتفقوا ان هم يصوموا ويصالوا خمستاشر يوم ولا يفارقوا القبر المقدس الى ان يظهر لهم ربنا ده وكانت هنا قوة الكنيسة انه من اجل الصوم والصلة للكنيسة المكتبعة اللي هو الاباء الرسل والتلاميذ كشف ربنا في السماء مكانة جسد العدر وورقه جسد العدر وصار هذا الصوم صوم مكرس باسم العدر ولكن كانت تصوم المكرسات اللي كانوا مع العدر في ارشالين ثم انتقل واصبح في ارشالين ثم انتقل لكل المكرسات والمتبتلات فيما بعد دخل كنيستنا ثم صامو الشعب في القرن الحداشر احد الاباء البطاركة قال الصوم ده ما استلمناهوش ما حطوش من ضمن الاصوام الكنسية الشعب هاج وحتى في مقولة يقول هناك اصوام فرضتها الكنيسة على الشعب وهناك اصوام فرضتها الشعب على الكنيسة صوم العدرة منها بل بالعكس يعني صوم العدرة ناس كتير يعني هو صوم من الدرجة النسكية الاقل فيسمح به السمك فيه ناس ما بتاكلش سمك صحيح وفيه ناس بتصوم طي ناس مايا وملح حبهم في العدر رغمين طبعا الصوم يقدم للمسيح عبادة ولكن شكل كده شكل مفرح وتسبيح العدرة في كل يوم عشان كده احنا بنعيد بقى بظهور جسد العدرة مش صعود جسد العدرة يعني جسد العدرة صعد بعد ثلاث يام من نياحة يعني اربعة عشرين طوبة لكن احنا بنحتفل بان السمت فتحت واعلن ربنا يسوع ان جسد العدرة في السمت صحيح ابونا عاوز اسأل ادسك ليه الكنيسة بتهتم بالدفاع عن لقب والدة الاله اه ده ده قضية مهمة جدا الحقيقة يعني لقب والدة الاله له شقين شق شق اولاني وهو الدفاع عن المولود من العدراء هو الله المتجسد وردة الاله هي كده لكن الشق الاخر خاص بالعدرة نفسها بقى الحكاية بس لازم اوضح نقطة لهوتها الاول ان الساد المسيح له وجود كلهوت ازلي يعني هو مولود من الاب منذ الازل وهنا الولادة ليست ولادة زمنية ولا ولادة سببية يعني يعني مش الاب هو سبب ولاد الابن لا ولكنها ولادة كيانية بابا السناس يسأل لفظ ادق الابن مولود من الاب حالة حال يعني 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 فوق الزمن وليس سبب مش الاب هو سبب الولادة ولكن كيان الابن من الاب وكيان الاب في الاب بمعنى من هقول بمعنى ايه زي بالزبط اما اما يتولد الشعاع من الشمس حد يقدر يقول ان يمكن ان يكون هناك شمس دون شعاع طب هاي ولادة الشعاع من الشمس بيتم انفصال بين الشعاع والشمس لا طب مش الشعاع ده بينقول عليه هو الشمس برضو لكن في ولادة للشعاع اه طبعا او زي ما بنقول مثلا ولادة تولد المية من البير لا يوجد بير بدون مية ولكن هناك ولادة ولادة المية من البير ولادة اعلانية ولادة وجود المهمة لهوت المسيح بقى لهوت ازلي هو واحد مع الاف في الجوهر منذ الازل لا يمكن ان يوجد الكيان الالهي دون ان يكون الاب والابن روح القدس دون ان يكون الاب واللغس والروح القدس المسيح نفسه قال قبل ان يكون ابراهيم انا كائن انا ده ايه اصلا هو طبيعة واحدة من طبيعتين اللي هو ايه بقى طبيعة لهوتية منذ الازل الاله اما الناسوت فناسوت زمن ميلاد تم من احشاء العدرة في هذا الزمن يقول كده بولوس الرسول لما جاء ملء الزمان في زمن ارسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت النبوس اللي حصل ايه بقى طبيعة لهوتية هيحل في احشاء العدر ياخد منها طبيعة ناسوتية شابهنا في كل شيء ما خلال خطيئة ثم هذا الاتحاد يصير اتحاد طبيعي يعني ايه الاتحاد طبيعي يعني طبيعة واحدة من طبيعتين تقول ليه اقولك اصلا ومش طبيعة واحدة من طبيعتين ما يبقاش اله متجسد صحيح يبقى ايه انسان متأله خرق كبير انسان متأله يعني ايه يعني ولدت انسان عادي ويحل الله فيه يعمل معجزات يعمل كلام من ده اه بس بالصورة دية زبيحة الصليب لو هو انسان هيحل اللهوت فيه زبيحة الصليب زبيحة غير محدودة لا ليه لانه انسان يعمل خطيئ اه وانسان صح بس حتى ولو هيعمل بلدنا لكن هيبقى محدود ازاي يبقى زبيحة الصليب غير محدودة ان يكون الذي على هو الصليب طبيعة واحدة من طبيعتين دون انفصار علشان كده نسطور مقبلش ان يكون على الصليب اله متجسد نقول له ما انت كده وقعت الفداء صحيح لان الفداء لا يفي كل البشر كده اذا المولود منك يدعى ابن الله ما قالش انسان فيها الله يدعى ابن الله بجانب النبوة وزر عزراء تحبل ابن نسمونه ابن عمان وقيل وبعدين يقول بقى في تسعة في قشعية ستة تسعة يقول لانه يولد لنا ولد نعطى ابن لنا سود الها ما قالش انسان تقال يولد لنا ولد ابنا الها ويقول بقى رئيس السلام يدعى اسمه رئيس السلام هو طبيعة واحدة من طبيعتين اذا المولود هو ابن الله الكلام بقى ده الكنيسة استلامته انا بقول دايما الكلام ده فيما نؤمن فيما نؤمن فوق الادراك نؤمن به بالاعلانات العقل قد يستنتج اشياء ما يخص الطبيعة الالهية ما يخص السرار الخلاص وما يخص الامور التي فوق ادراكنا نحن امنا بها اعلانا الذي رأينا الذي سمعناه لمساته ايدينا نخبركم به يعني ايه يعني ما حدش يجي يقول لنا فاهموني بقى ازاي طبيعة احدى من طبيعتين اقول له حاضر بس فاهمني انت الاول ازاي شوية التراب بقى بشر ازاي ربنا اخد التراب بقى انسان حد يقدر يفهم لا ان كنت لا تستطيع ان تدرك كيف تمت الطبيعة الانسانية هل يمكن ان تدرك كيف تمت اتحاد الطبيعتين في طبيعة صحيح فوق الادراك ولكن هذا الفوق الادراك اعلان عظيم هو سير التقوى الله ظهر في الجسم قاطعا انا والاب واحد قاطعا من رأاني قد رأى الاب قاطعا ده اعلان ايه جو ايمي انا هو الجملة دي بالعربي ضعيفة انا هو باليوناني ايه جو ايمي اللي هو ايه انا اهية ايه جو ايمي دي ترجمتها بالعبري انا الكائن لما جه موسى النبي بص على العليقة مشتعلة ولم تحترق ده اعلان قال له ايه ده قال له انا اهية لازه هو اهية انت اسمك ايه قال له انا اهية انا الكائن لما جه المسيح بقى يعلق عن ذاته قال لهم ايه ان لم تؤمنوا اني انا هو بن قسين ايه جو ايمي انا الكائن تموتون في خطاياكم ان لم تؤمنوا اني انا هو انا الكائن تموتون في خطاياكم عشان كده الإعلام بقى الإلهي بقى هو والدة الإله عشان كده يا سيئو توكوس الباب أسانوسيوس يقول إيه بقى يقول احتمل اللوغوس ضعفات الجسد كأنها ضعفاته ليه؟ لأنه طبيعة من طبيعتين صحيح ويقول هو نفسه سمح أن تحمل عليه الصفات الخاصة بالجسد حتى يظهر أن هذا جسده هو الخاص يعني طبيعة واحدة من طبيعتين عشان كده لما جه ماريو حنى يكتب إنجيله قال في البدء كان الكلمة اللوغوس واللوغوس كان الله وبعدين شوية يقول إيه؟ واللوغوس صار جسدا الله الآزل ده اتخذ جسدا لما جات العادرة تقول العظيم صنع به القدير صنع به عظائم واسمه قدوس لأن الملاك قال لها القدوس موجود منك فقالت القدوس ده هو العظيم القدير أدناي ويقول بوليس الرسول في لب 2 سبعة الذي كان في سورة الله أخلت ذاته أخذان سورة عبد صائرا في شبه الناس دون أن يخلي طبيعته هو أخلت ذاته ولم يخلي طبيعته مشكلة ظهرت سنة 438 من أسيس اسمه أنستاسيوس كان في إنطاكيا وكان صاحب نسطور وبعدين نسطور جابه يخدم معاه في القسطنطرية لما بقى بترك هذا الرجل هو أول واحد قال إن العدرة ما ينفعش نقول عليها وليت الإله وإن ده شغل أوسان يس قال كده قال ده أوسان اللي يقول لعدرة وليت الإله ده يشارك الأوسان في إيمانه لكن الأمور طفاقمت واخد شكل عنيف اللي يتعيد ميلاده وقف نسطور وقال أن المسيح ليس إله متجسد وقال في وعظة بعدها أن المسيح له طبيعتين مزدوجة ونحن يمكننا أن نقول أنه له كرامة واحدة ومرة تانية يقول إيه أنا أكرر أنا أعبد المسيح كما أكرم السوب الأرجواني الذي يلبسه الملك يعني إيه يعني كأنه شكل من بر طبعا دي ليه تاريخ القصة دي يعني هو متعلم تحت إيد واحد اسمه سيودوريت المرسواستي ده اللي قال أنه اتحاد الطبيعتين اتحاد خارجي يعني مش اتحاد طبيعي وقال حتى زي اتحاد المسيح قال الرجل يتحد بالمرأة زي اتحاد الرجل والمرأة في الزواج هل بيصيره طبيعة واحدة؟ حاجة للتشبيح سموها فروسفون يعني اتحاد وجه يعني شكل من بره بس بروسفون إيه با كده فصل طبيعتين؟ بالزبط كده وحتى لاون لما كتب المنشور بتاعه كان اتكلم عن طبيعتين منفصلتين اللي هو اللي احنا اعترضنا عليه بادي سكورس اعترض عليه ليه قال المسيح طبيعة واحدة في طبيعتين مش من طبيعتين في يعني منقصة وقال كل طبيعة تفعل ما هو لأجلها يعني الناسوت بيشتغل لوحده واللهوت بيشتغل لوحده وقال بقى ايه نسطور في العزة دي قال اننا لا يمكننا ان ندعو العدرة سي او توكوس ولكن يمكننا ان ندعوها خريستو توكوس يعني حاملة المسيح مش حاملة الاله وبعدين يقول ايه يقول انه نوقر الاتصال الالهي بالانسان ولكن لا نؤمن انه صار طبيعة واحدة يعني نوقر ان فيه حصل اتصال الالهي في شخص المسيح ده ممكن يبقى مسألة وقتية هو كده هو بيقول كده هو بيقول كده هو مش قادر يفهم هو عايز يقول لي بقى ايه لو ما كانش كده هيبقى العدرة هي اصل اللهوت هو مش قادر يفهم اني الطبيعتين اتحدتها بدون اختلاط ولا انتزاج ولا تغير ده اللي قاله بقى البابا كيرولوس الكبير البابا كيرولوس الكبير قاعد يبعث له رسائل وقال له انه قال له انه لابد ان تدرك انه الاتحاد اللي تم فائق لادراك يقول كده ما نؤمن به هو ما اعلن لنا مش ما ادركناه ما اعلن لنا في الكتاب المقدس حين قال الملك للعدرة الروح الكدس حلو عليك قلت عليك وظللك لذلك المولود منك ودعي ابنا الله فهذا هو ايماننا ده قال لنا سطور الكلام ده وبعدين قال له اتحاد للطبيعتين اتحاد لا اختلاط ولا انتزاج وقال لم تختلط الطبائع ولكنها طبيعة واحدة طبيعة واحدة مركبة في فرق بين للأسف هم بيقول علينا احنا المونوفيزوس في فرق بين مونوفيزوس ومية فيزوس مونوفيزوس يعني ايه طبيعة واحدة بسيطة اللي هو قال عنها اطاخي ان اللهوت لاشا النسوت طبيعة واحدة بس الناسوت مبقاش موجود فيها اما نحن نؤمن بالمية فيزوس طبيعة واحدة مركبة صحيح تقول لي هو ممكن يبقى طبيعة واحدة مركبة اقول لك اه انا كانسان طبيعة واحدة مركبة هو حد يشوفني كده يقول انت جسد في حتة وروح في حتة انا ككائن انساني ولكن فيها مادة وفيها روح صحيح انا كائن واحد طبيعة واحدة ولكن من جسد ومن روح ايضا المهم انه الكنيسة فضلت تعاني من نسطور لحد اما البابا كليستينوس هو نسطور بعت قال له الحقني ده البابا كيرولوس حرمني البابا كيرولوس عمل مجمع حرم فراح البابا كليستينوس كان باترك روما كلمة بابا دي جات في القارن السادس قال البابا كيرولوس ايه ازبني من علمك ايه الموضوع في ايه فقال له ده بيقول كذا 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 ورد فقال له لتكن انت نبراسا للايمان لنا ورح عمل مجمع حرمه حرم نسطور والبابا كيرولوس عمل مجمع يقر ما قالوا كليستينوس باترك روما وفي المجمع ده البابا كيرولوس اضاف في المجمع الاسكندرية مقدمة قانون الايمان نعظمك يا ام نور الحقيقي ان فيه ناس تقول ايه يا اصل المقدمة دي بالقبط بس وتقالت وتقالت في اسكندرية انو لقوا بس بالراحة شويتين هو بيقوله نعظمك يا ام نور الحقيقي ما نقولهاش فيك الكنايسنا لما زغطت الدنيا بقى وقتها نسطور كان له اتباع عند الامبراطور في القصر بتاعه اصحابه فراحوا لسوكدوسيوس الصغير قالوا له لازم نعمل مجمع لاني بطركوا الكسطنطينية اتحرم من روما ومن اسكندرية واتحرم ظلم فراح قال ايه نعمل مجمع نناقش فيه مشكلة نسطور اللي هو افاسوس وانتهى مجمع افاسوس بحرمان نسطور وفي اول جلسة قعد فيها البابا كيرولوس قال فيها نحن نحن نقول مقدمة قانون الامام وراح قالها في مجمع افاسوس والكل وافق عليها عشان كده احنا بندفع عن لقب سي اوتوكوس لانه لقب مش بس مرتب بالعدد مرتب باماننا صحيح ورجع بقى البابا كيرولوس الكبير بصر وضع في طقس التسبحة اليومية السي اوتوكيات وده شيء رائع وعجيب ان الكنيسة تسبح بإيمانها وتتكلم بلهدها ابونا عندنا في كنيستنا القبطية الارتوكسية عندنا اعيات كتيرة باسم العدر ومريم اه صحيح عايزين نعرف ليه الكنيسة بتاعتنا من ضمن الحاجات اللطيفة بيها انها بتحط العدرة في كل احداثها عيد واحنا بنتلكك ان احنا نذكرها الحقيقة يعني يعني تجد ان العدرة ليها اعياد ضخمة جدا عيد شهري يعني اللي هو 21 قطي بتقولي انا عملته كده ليه نقول قصل العدرة العدرة تناحت 21 قطي مش هيعدي يوم 21 قطي ده الا لما نقول اني العدرة العدرة فيه اتنياح ده بالنسبة للنياح اه اه بالزبط كده فاحنا بنحط العدرة وخاصة موضوع العادة الشهرية دي لحفظ الحفظ الفكر الفكر القوي يعني مسلا عيد الملاك برضو بنتشفع به 12 لكن بنحتفل بميلادها 7 مصر وبنحتفل بالبشارة بميلادها اسف 7 مصر بميلادها او البشانس يعني لما الملاك ظهر ليوقيه موحنة وقال لهم هتجيبه ابنة بنحتفل بي 7 مصر وميلاد العدرة او البشانس ودخول العدرة اللي هي كانوا هي 3 سنين في 3 كيهك ومجيئها لمصر 24 بشانس ونياحتها 21 طوبة ظهور جسدها 16 مصر معجزة العدرة حالة الحديد 21 بقونة بناء اول بناء اول كنيسة على اسمها برضو 21 بقونة وظهورها في الزتون 2 اكتوبر 2 ابريل فاحنا بنتلكك الحياة بجانب بقى طبعا الالحان الكتيرة الكنيسة بتضعها للعدرة يعني في القداس نقول مع اربع النقوس ومع الزكسولوجيات وليها في القداس هيتن بريزوية وليها وليها في الهيتنيات وليها هيتن بريزوية الوحديها بعد الصلح احنا بنحب العدرة جدا وبنضعها في في كل صلة لانها تشفع فينا دايما بجانب طبعا في الاجبية ليها قطعة في كل في كل صلة في السواعي ابونا في تمجدنا للعدرة بشكل يومي بنمجدها او خلينا اقولي السؤال بشكل تاني في بعض من الفصائل او خلينا اكون دقيق فيه كلماتي في بعض من التواقف بيشوف ان العدرة كان لها دور والدور ده خلص وايضا في بعض الافكار او بعض من التواقف بيشوف ان العدرة هي في مرتبة عالية او هم بيعفوا يعني بيساوي العدرة وحش الله نقول كده بالالله الواحد عايزين نعرف في احتفالتنا يعني احنا بنحتفل بالعدرة بشكل يومي واحتفالات كتيرة عايزين نعرف مكانة العدرة المكانة الحقيقية في كنيساتنا القبطية الارتدوكسية ده سؤال مهم جدا لانه للاسف نحن نواجه طيارين طيار يرى العدراء انها كان لها دور محدود وانتهت والداعي انها تكون لها المكانة الكبيرة دي بل ده يتطرفوا بقى اصحاب الفكر ده لشيء غريب جدا يقولوا احنا يمكن ان نتساوى في الكرامة معها شخصيا ويقول الله ما احنا برضو اولاد الله وبيحل روح كدس فينا ونتخيل لا يوصل يوصل الفكر السلبي لهذا السور وعلى الاتجاه الاخر بقى يقول له زي المسيح حبل بيه بلاد ناس العدر حبل بيها بيا لد ناس يا للفجاجة يعني مش ممكن بالمناسبة ان هذا يسقط عمل الفداء ليه يعني ايه حبل بلاد ناس الاول يعني المولود لا يحمل خطية ادم حبل بلاد ناس بلا خطية الوحيد الذي جاء الى العالم دون خطية ادم وبلاد ناس هو السل المسيح وليه جي كده زي ما قلت في البداية عشان يتم الفداء عشان الفداء لابد ان يكون الفادي لا يحمل خطية وليس فيه دنس حتى يكون ما هو على الصليب كفارة لكل العالم وليس لنفسه لن بدل بدل هكذا احب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد بزل بدل لكي لا يهلك كل ما يؤمن به ويبقى السؤال المهم العدرة مخلوقة ولا غير مخلوقة مخلوقة بتناسل طبيعي ولا مش تناسل طبيعي تناسل طبيعي اذا لو ان هناك امكانية ان يخلق الله انسانية جديدة دون خطيئة ادم لما كان هناك اي سبب للفداء ويكون كلام ربنا لادم وحاوة في الفردوس عن العقوبة والموت مالوش اي معنى لانه ببساطة انه كان يمكن ان يخلق طبيعة جديدة دون خطيئة ادم يبقى اللي شال الخطيئة ادم ويحاوة خلاص وبالصورة دي بقى يبقى كلام رسول رسول مش مظبوط لو انه قال كأنها بانسان واحد دخلت الخطيئة العالم وبالخطيئة الموت هكذا اكتزى الموت الى كل الناس ما قالش معادة العدرة ويقول ده الكلام ده في روميا خمسة اتناشرة ويقول في في كرنس الاولى خمسة اتنين وعشرين لانه كما في ادم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع صحيح اللي بيؤمنوا بالحبل بلادنس العدرة حبل بها بلادنس يسقطوا قضية الفداء ده اولا ثانيا هي نفسها قالت تعظم نفس الرب تبتهج روحي بالله مخلصي مخلصها من ايه اذا كانت هي بلادنس صحيح يعني هي نفسها قالت كده بس قالت هو زب منذ الان جميع الاجيال تطوبني تطوبني يعني ليها تطويل ليها تمجيد يعني كلمتها ترد على اللي بيكلمه بالسلب واللي بيكلمه بما هو غير حقيقي فيها داود النبي قال بالخطايا ولدتني امي اذا كل من هو مولود امرأة يحمل خطيئة صحيح بجانب انها كانت مع التلاميذ يوم الخمسين في حلو روح القدس على الكنيسة المشكلة بس مش كده بس مش بس حبل البلاد دا بس دا اصحاب الفكر دا عملين يتطرفوا لحد اما هو قالوا ان العدرة هي ملكة السماء وانها قادرة ان تخلص بيعمل لها تماثيل تماثيل وصور انها حط الحية تحت رجليها تسحق الحية هي اللي تسحق الحية مش المسيح الاية انه كلمة اللي قالها ربنا كواعد نسل المرأة مش المرأة صحيح فبص التطرف بقى انها ملكة السماء وبالمناسبة ملكة السماء دي اصلا عبادة المريميين دي جماعة ظهرت بأصلا واسانيين كانوا بيعبدوا آلهة آلهة النجوم الظهرة وكانوا مسمينها ملكة السماء وبعدين لما بقوا مسيحيين قالوا ما هي ملكة السماء دي هي العدرة وعبدوا العدرة كملكة مع المسيح في السماء وانها قادرة ان تخلص دي هارتق دي هارتق ونحن لا نؤمن بهذا طبعا نحن لا نؤمن بتأليه العدرة ولا بانها شريكة الخلاص خالص ولكنها هي ام الله المخلص لكنها ليست لها دور في الزبيحة والخلاص وعمل الفداء نهائي هي قدمت قدمت لنا المخلص لكن لم تخلص هي عشان كده هذا التطرف يدخل من يؤمن به في الشرك بربنا صحيح طبعا وفي نفس الوقت يا ابونا احنا مش بنقلل وفيه طبعا بعض العبارات او بعض القصص يعني المعيبة الفكرة البيضة والقشرة وبعدين نرجع نعتذر ونقول احنا عرفنا امت السيدة العزراء وكده احنا اعتذرنا نتيجة الضغط وكأن الموضوع قابل للتغيير يعني بس من لا يخضع من لا يخضع ذهنه وذاته الى الايمان المسلم يستخدم الشيطان في كل هرطقاته هم الكنيسة سلمت ايمان يقول كده المسيح اذهبوا تلمزوا واعمدوا واوصوهم ان يحفظوا جميع جميع ما علمتكم به جميع دي مهمة يقول ماريا هوزة في رسالته الامان المسلم مرة للكدسين ويقول ماري بولس انبشركم ملاك بغير ما بشرتكم به انا فليكن اناسين يعني ايه ملاك يعني ايه بينور والقداسة كلها بين فيه ولكن هيقول جملة او حرف ليس من الامان الرسول المسلم هذا الملاك يحرم يحرم فليكن اناسيمة اناسيمة محروم مقطوء يعني لو واحد جوه الكنيسة بيعمل معجزات وبينزل زيت ولكنه يعلم تعليم غير ما تسلمته الكنيسة يكون هذه القوة قوة شيطانية صحيح قوة شيطانية لانه يعلم غير ما تسلمناه الايمان المسلم مر للقدسين هو فقط الذي يخلص ابونا واحد بنتكلم عن التسليم في كنيستنا القبطية الارتسوكسية واحنا بنتكلم عن الايمان السليم وعاوز زي ما سألت ادسك للسؤال قبل كده فيه فيه فصيل بيعمل كده وفيه فصيل بيعمل كده عاوز ادسك تقول لنا ما كانت العدرة مريم فيه كنيستنا القبطية الارتسوكسية لا يوجد لا يوجد شخص يحيى داخل الكنيسة الارتسوكسية الا ويشعر بان العدرة امه صحيح بل لا يوجد شخص يقترب بدرجات من الحياة المسيحية المقدسة الا وله مع العدرة عشرة طلبة اه انا فاكر كويس جدا كان فيه واحدة اه هي ما كانتش ارتسوكسية وبعدين اه لقت الكنيسة ارتسوكسية لطيفة وكلام فقالتلي عايزة اتعمل فقالتلها انا مش بعمت حد الا لما اتطمن ان ايمانه كله بزبوط ارثوكسية لاني ده مش ده مش غسيل يعني ده مش ده ده انتي على الايمان ده بتتعمدي صحيح فا عدتت ديها كتب ودها محاضرات جات عند الموضوع الشفاعة ده وزرجنت قلتلي وصيط بيني وبين الله يا سيدي مش وصيط ده بتصال لا ما تقولش معمودية قلتلي بس دحق قلتلي لا لا الايمان المسيحي حتة واحدة ده الكنيسة اللي تؤمن بيها او ما تؤمنيش تحرة فقعدت سنة وبعد سنة جت جتلي قالتلي انا مستعدة للمعمودية قلتلي ايه اللي حصل اللي تغير قالتلي انا مؤمنة في شفاعة العطر قلتلي ايه اللي حصل قلتلي انا رايحة اركب قطر وانا بحط رجل القطر اتحرك فانا رجلي وقعت بين القطر والرصير فانا بدون ما اقصد قلت يا عدرا جديني لقيت ايد شدتني دخلتني القطر قالتلي انا جاية مؤمنة تماما بشفاعتها وعملتها فهي قريبة مننا جدا جدا لكن في نفس الوقت برضو لابد ان ندرك ان العدرة بجلالة ادرها دا بجلالة ادرها دا لم تأخذ كهنوة صحيح والعدرة بجلال ادرها عند المسيح لم يضع عليها اليد مع الرسل كاحدة الرسولات محدش يقول لي بقى اني اه في حال اسمها كهنوة مرأة لو هناك من يستحق الكهنوة من المرأة يكون عدرة مرأة قاية العدرة مرأة انا فاكر قصة حصلك يا شخصي سألنا باور شون باعتني اخدم فترة في الدنمارك في الدنمارك كنيسة يعني انجاز تعبير كنيسة مش ارتدوكسية المهم اللوترية وعندهم كانت المرأة وعندهم كانت المرأة وباين انا كنت قاعد في الطيارة وباين انا في الطيارة كنت بحضر شوية حاجات فواحدة قاعدة جنبي فبتبص لي كده قالت لي انت رايح كوبنهاجن وقلت لها ايوة قالت لي يعني انت يعني انت باستر ليه يعني انت راعي ايه يعني فالت لها الكنيسة قلت لي يو فقاليت لي انتم لابت احتقروا lmarc? قلت لي يا ربنا احتقر المرأة? ليه? قالت لي هو انتو عندكم آآ كهنوت المرأة فبقسمت فهمتكس? فقلت لها نو. قالت لي شفت? مش ده احتقار للمرأة? مفيش مساواة? انتم بتبص على المرأة كيان قليل? قلت لها طيب الوكين. قلت لهو ربنا في العهد القديم احتقر المرأة? قالت لي ليه? قلت لها لما قال الكهنوت يبقى لهارون بس مش ماريام اخت موسى. كان بيحتقر ماريام اخت موسى? قالت لي ده عهد قديم. قلت لها رائع. ده عهد قديم. المسيح احتقر العدرة? قلت لها لا ردي. المسيح. كرمت العدرة كان عنده ايه? كانت عنده ايه? قلت لها اقول لك كرمت العدرة ايه? كرمت العدرة عرسقان الجليل. كرمت العدرة على الصليب. يا وحن هادي امك. كرمت العدرة انه اخد جسادها للسماء. ما سابوش في الارض. لكن هل بقى? المسيح. اللي علشان خطر العدرة عمل عرسقان الجليل. وقال لها مالي ولاكي. وان بعدين قالت له لا هتعمل دفع عمل عشان خطرها. حط اليد عليها من السبعين رسول. قلت لها بتردي. حط اليد من السبعين رسول. قلت لها. قلت لها اختارها من اتناشة تلميس. قلت لها. قلت لها بس هي اعلى. قلت لها رائع. هل اعلى ليديها كهنوت? ولا هي اعلى ما كان عنده. ما كان. سكت. قلت لها اذا كان هناك من يستحق الكهنوت. ولو ما خدتش كهنوت. يبقى ان فيش كرامة. لا. يبقى المسيح مداش كرامة للعدرة. صح. قلت لها الموضوع مش كرامة بقى. ايه تلو ما لقى? قلت لها لان الكهنوت هو كهنوت المسيح. ولان كهنوت المسيح هو كان يربز هارون. فهارون الذي هو رمز كهنوت العهد الجديد. وكهنوت العهد الجديد هو المسيح نفسه. لان هو الكاهن الذي قدم ذاته زبيحة. صح. ونحن كهنوتنا مرتبط بكهنوت المسيح اللي عصر لنا. قلت لها اتعلمنا من ابقنا اننا واحنا على المسبح لا نمثل نفسينا. المسيح نفسه يأتي يأخذ ايدينا. وكيانتنا يتمن بها الاسرار. ينفع مرأة بقى? قلت لها ثم انين? مين قال اني دي كرامة اقل واعلى? دي وظيفة. وظيفة كهنوتية. وليست لها دخل بالكرامة. وبعدين قربنا بقى لان دي عمي. وراح طلعت للكارت بتاعتها. قلعت لي. فالضف. فبصيت. لقيت هي هي آآ كاهنة في كوبنهاجن. ففهمت الحرقة بتاعتها دي كاتش. صعي. ابونا في كنيستنا الابطية الارتزوكسية واحنا بشوف الناس واقفة قدام صور القديسين والشفاعة. وهم بيتكلموا مع القديسين وبيطلبوا وحد يكون تعبان. وحد محلاك خلفة. طبعا ده بإذن من ربنا. ولكن عند ايكونت العذرة بلاقي الموضوع مختلف شوي. بحس هنا بالامومة اللي قدسك قلت ان هي امنا كلنا. بلاقي كده في لغة حوار وحد مولع شامعة كده وبيكلم سلط العذرة. وتلاقي كل واحد مختار للعذرة اسمه. اللي بتقول لك هتفرحني مفرحة القلوب. وفي اللي بيقول بعض الاسامي اللي اطلق عليها بعض من الاباء القديسين. الحمامة الحسنة. اه ام الله وليدة الاله. اه مدينة الله. كل واحد بيكون عنده جملة. وعنده تواصل. وعنده العشم اللي بيبقى متأكد ان العذرة امه هتطبطب عليه. وهتقبل منه الطلب اللي هو عايزه عشان تأخذ طلب ده للمسيح له المجد عشان خاطر. الطلب ده يتحقق. ويبقى عنده ثقة كده. بتشوف قدسك ده ازاي. انا هقول لك على معلومة مهمة. قبل ما اقول اللي هشوفها ازاي ده. حينما يصعد تصعد ارواح القديسون بعد النياحة. هم. هل يصعدوا ارواح فقط ولا ارواحه نفوس? الانسان جسده نفسه وروح. اوكي? النفس اللي فيها الشخصية والهل النفس دي بتنتهي ولا ولا مع الروح في الفردوس? مع الروح? بولت السرسول قال كده في عبرانيين. لتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم الى مجيء ربنا يسوع المسيح. اوكي? ازا القديسون الذين يسبقوننا الى الفردوس ويكونوا شفعاء لنا يكونوا باشخاصهم وشخصيتهم. يعني ايه? نقول مارجرج السريع النادهة. ليه اصل قوي شديد? ده فعلا. وقام بانتونيوس نقول الاصل لطيف حنين كده يعني. ونقول قام ببشوي حلوة قوي بس ايه? يعني هادي شويتين. مش حامل زي مارجرجس. والعدرة اصلها حنونة. لان هي شخصيتها كده. هي بصوا هي على الارض. بصوا وانتهى الحب. زي ما قلتلك في ورس القانونة الجليل. في المطبخ. وخلص بخلاص هنعمل لهم ايه? لا. ازاي بقى? ازاي يكشفوه? حنيينة جدا. وفي منتهى الرقة. وام كمان بقى. يعني الحب الشديد ده اللي شفناه بينها وبين المسيح. بنشعر ان احنا كمان نخش في حضنها ونتكأ على 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 صدرها. ونخلي اديها كده تسترنا. ونقول لها الموضوع ده احنا احنا مش هنعرف نعمل في حاجة. زي ما عملت في ورس القانونة تعملوا معنا برضو. فهي لانها دي شخصيتها. الحنيينة. اللي بتستر. واللي بتدي بقوة بصلواتها. زي ما انت شفت مثلا في متياسو حال الحديد. تجري تنقذو. وهي شفيعة شفيعة قوية. لان كلماتها قادرة وفاعلة عند المسيح. زي ما ما تبقاش ليها المكانة كبيرة دي عندنا. ابونا احنا دلوقتي في في وقت مؤدس. واحنا في صوم العدرة. وبنتكلم عن العدرة قوم النور. ممكن قد ساك تقولينا ايه في صوم العدرة. هو الصوم خلص يعني. لكن اه الصوم عموما هو زبيحة جسد. لانه شيء الخاص جدا. شيء الخاص جدا. بي انا اللي ممكن اقدمه. يعني ايه? يعني الفلوس من جيبي. اخدتها من حد مراس حتى ولو شو. مش انا. لكن الصوم هو زبيحة انا. زبيحة الجسد. اللي الاكل له شهوة خاصة يمكن. ولكن له ايضا فايدة مرتبطة بالجسم. بدونه وما نعرفش نتحرك. فحينما نقدمه. نقدم من زواتنا. عشان كده الصوم يخزي الشيطان. خالص. لانه محبة عالية. ولانه ايضا يذكر الشيطان بانه استطاع ان يسقط ادم محاوة بعدم الصوم. مكل تاكلي. لا اكله. كله. عشان كده الصوم. المسيح قال هذا الجنس لا اخرب شيء الا بالصلاة والصوم. ولكنه حينما يقترن بقى بتسبيح وتمجيد اللي احنا بنعملها. دي بص الكنيس كلها. يعني يا ربنا يبارك. في الصوم العدرة الشعب كله بيحضر. الشعب كله بيسبح. الشعب كله بيمجد. الشعب كله سهران. حتى كناس كتيرة تعمل ليلة العدرة وتصهر. وفي كياك بتسبيح للصبح للعدرة. وان كنا لا نسبح العدرة نحن نطوبها ونمجدها. تسبيح لله يعني. ولكن بنشعر ان العدرة وسطينا يعني. فمتخيل بقى شعب صائم ويصلي ويسبح الاله. والعدرة في وسطيه كمان بتصلي. ازاي ما تبقاش كنيسة قوية. وانا في الدنمارك احد الاسقفة هناك اللي هو خاص بكنيسة اليسرية يعني. قال لي بالرغم من اضطادات اضطاداتكم كانت اكتر مننا كتير. احنا ما اطهدناش كتير خالص يعني. ايه لاني كنايسنا فاضيا. وكنايسكم مليانة وفيها روحانية اعلى من عندنا. احنا الناس ناسين مسيح اصلا. وفي ناس وفيه كناس بتتباع. تحية. قلت له السر تمسك الشعب القبطي بالكنيسة. قال لي بس ده ايه اللي خلاه يتمسكه بالكنيسة. قلت له اني عالمسبح عندنا كل يوم المسيح قابل. فالشعب ارتبط بالمسبح وارتبط بالمسيح. قلت له المسيح بيغبش عن عينينا. المسيح في كنايسنا. بيغبش عن عينينا. بنتحد بيه كل يوم في القداس. بنراه كل يوم في التسباح. بنلمسه كل يوم في التعليم. شعب الابطي لا يمكن ان ينفصل عن الكنيسة. صحيح. ابونا وانا بتكلم عن كنيستنا الابطية الارتسوكسية وبتكلم عن المعجزات. وعندنا طبعا المعجزة القوية اللي قدسك كنت بتكلم عليها اللي بتحصل كل يوم عالمسبح. اه طبعا. وطبعا بنتكلم عن معجزات السيدة العزرق بسماح من رب المجد يسوع المسيح. ولكن احنا ككنيسة قدسك بتشوف المعجزات للناس اللي ممكن تجري. او الناس اللي بتنساق وراء المعجزات. المعجزة مش شو. مش عرض. المعجزة از لم يكن وراها هدف معين ربنا عايز يعمل. زي زي ربنا لما كان في بداية الكنيسة كان كلها معجزات. ليه? علشان كان لابد ان تؤيد تؤيد الكنيسة بقوة الهية ملموسة وظاهرة لمن لا يؤمنوا بما هو غير ظاهر. بما هو غير ملموس. فكان لابد ان يكون في حاجة ملموسة. زي بالضبط الالسنة. في عصر من وقت من الوقات. كانت الالسنة لابد ان تتم لانها زي ما قال بوريس الرسول انها آية لغير المؤمنين. لكن المعجزة مش شو. مش بنفتح مصرح ويطلع لنا بقى كده بكم معجزات ونسقف. طب ابونا بس في البداية يعني ايه معجزة? عشان اقول للناس البسيطة ان دي معجزة. ينطبق عليها الشروط ايه? هو شيء. اه. اوكي. المؤجزة هي عمل فوق الطبيعة وفوق الادراك يتم بصلوات وشفاعات الكنيسة لاجل هدف معين. تاني يا بونا. المؤجزة هي عمل فوق الطبيعة وفوق الادراك. عمل الهي يعني قوة الهية تتم بشفاعة وصلوات الكنيسة. الكنيسة الارضية او اللي في السماء. لهدف معين. يعني ايه. لما ماري ماري بوترس وماري يوحانا راحوا وعمل معجزة المقعد بتاع باب الجميل. عملت ايه دي? كرازة. ووقف وقالوله انت ازاي ازاي قمت. وكانت الكرازة هي اللي خلت ماري بوترس يقف ويوعز وناس كتير دخلوا دخلوا الامان. وقت الاستشهاد. كان لابد ان تكون كل شهيد يصدع معجزة. لانه في هذا الوقت كان القوي هو من يحمل السيف. وكان الضعيف هو من يقتل. فلابد ان ربنا يقول لا. افهموا القصة. هذا الذي هو تسفك دمه. اقوى بكتير من السياف. واقوى بكتير من القاعدة على العرش. بيحكم بالقتل والاستشهاد. فكل معجزة لها هدف معين. محدد. العدرة الزتون. مصر كانت طالعة من هزيمة سبعة وستين. واهتزاز قيم كتير. وناس كتير شكت في ربنا. فكانت العدرة في الزتون. كي تعيد الايمان. وتقدم لمسة حدينا كده للشعب بتاعنا. وكانت العدرة في العدرة. العدرة زتون نستنا اثار الهزيمة. وخلتنا وقفين على حيلنا. ومسلمين ومسيحيين حبنا او العدرة. ومسلمين واسحين كانوا يجب بيتشفعوا بالعدرة. ومسلمين واسحين يروحوا الاعداء الزلحة النهاردة يولعوا شامعة علشان العدرة. لان كان في حادث مهم. كان لابد ان السماء تتكلم. تفتح ايديها. فالعدرة جات عشان تططب علينا. في الوقت العدرة الزتون. ووقت ظهور العدرة كمان كان فيه نوع من انواع التطقيق. اه طبعا. يعني تم اعلان البيان تقريبا بعد تلاتة وتلاتين يوم. بص الحادث كمان ايه. بابا كيرولوس ما ما قالش كده الناس ما اسألت له زهرت يا بجد. زهرت صحيح. يعني الاباء موقرين ومواصقين عنده. بعت لجنة بابوية. قعدت. وشافت. ودرست. وخدت تقرير. وهو سألهم بتفصيل بابا كيرولوس. وهذا التقرير منشور في السنكسار يوم اتنين ابريل. فلا طبعا كل ما هو كل ما هو يخرج ببيان من الكنيسة مواصق. طبعا. ابونا الكلام عن العدرة مريم اعتقد يعني محتاج وقت طويل جدا. طبعا. والاسف الكلام مع قدسك يعني خلنا ما حسناش بالوقت. طيش. والكلام عن السيرة العطرة عن العدرة ام النور محتاج يعني وقت كبير. واحنا يعني بنحاول نقرب وبنحاول نعرف اكتر. بنحاول نلمس الامة الطيبة الحنونة العدرة مريم. احنا بنشكر قدسك جدا واسقلنا عليك يعني. انا بشكرك وسعيد قوي بالبرنامج بتاعكم ربنا يبارك ويكمل. وسعيد بالحوار معاك على الصوت. بشكر قدسك ابونا جناب القمس. ابونا المفكر والفلسوف والمؤرخ. ابونا انجيلوس جرجس. عزائي المشاهدين اسم العدرة مريم اسم غال علينا. بس احنا محتاجين سنين وسنين واحنا بنتكلم. عشان نقول مجرد شوية كلمات بسيطة. وطبعا العدرة لها القات كتيرة جدا. منها الكرمة. ام النور. وياة الله. الحمام الحسنة. والكثير والكثير والكثير. هي دي عظمة كنستنا القبطية الارزوكسية. وهو ده التسليم والايمان. لسا مكاملين ما حضراتكم برنامج من جيل الى جيل. استنونا الاسبوع الجاي. نشافكم على خير. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة